موسيقى 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 لا يكيش مغربية لم تستفيز Working�� الأخيرة من الرئيس الفرنسي ماكرو التي خاطب فيها الشعب المغربي بشكل مباشر بدل أن يخاطب الدولة المغربية عن طريق القنوات الرسمية نحن عارفوه الدول والحكومات مع بعضها البعض تتخاطب عن طريق واحد المساري ببروتوكولي عن طريق واحد القنوات معينة كما أن الشعوب تتخاطب مع بعضها البعض عن طريق أحزاب وجمعيات côngampa مهنية ومشاهير ومشاكلها ومشاكل ذلك. ولكن ماكرو قفز على كل هذه المسارب البروتوكولية واخترى ان يخاطب الشعب المغربي بخصوص النكبة للزلزال الحوز عن طريق لا يريد وصوصيوه وكأن الزلزال وقع في بوردو او قع في استراسبورغ. هنا سؤال من الذي يريد ماكرو من هذه الخرجة التي خاطب فيها الشعب المغربي. في نظري كنين ثلاثة المساجات او ثلاثة دلالات اتيمة من هذه الخرجة للرئيس ماكرو. الدلالة الاتمة الاولى تتجلى في ان ماكرو يريد ان ينزع الشرعية والمشروعية على المؤسسة الملكية في المغرب. ان ماكرو يريد ان ينزع الشرعية والمشروعية تسدل الدولة. ان ماكرو يريد ان يقول للمغاربة بانكم لا تتوفرون على دولة فيها اجهزة وفيها مؤسسات قادرة على ادارة النكبة للزلزال الحوز. وبان فرنسا هي الدولة الحامية والدولة الرعية والدولة القادرة على اسعى فيكم. هنا ماكرو انسى بان أن الأمم المتحدة لما تقع نكبة فيضان زلزال بأرض التوتر في العالم تستنجد بالقوات المسلحة الملكية أي أن الجيش المغربي عنده بصمة مشرقة في جميع بأرض التوتر الفيضانات النكباز على المستوى العالمي كيف أن هذه القوات المسلحة الملكية التي تستنجد بالأمم المتحدة لإسعاف الملكوبين على مختلف دول العالم ولا يقوى على إدارة النكبة أو الزلزال للحوز هنا السؤال الذي يتعينه على ماكرو أن يجيب عنه ولكن ماكرو يجيب لأن هذه سابقة في تاريخ العلاقات بين الدول لأن ماكرو يريد أن يقسديه بالنهج الذي سار عليه أوباما إذ أن أوباما كان يخاطب الشعب المصري مباشرة كان يجيش المصريين لقلب النظام للحسن المبارك آنذا وهنا ماكرو يريد أن يقلبك وينشر الفتنة في المغرب ليقوم بقلب النظام في المغرب ويؤجج الفتنة كما قلت في المغرب وهناك يتنسى بأننا ركينا واحد الجناس هذه العلاقة ما بين المغرب وما بين مؤسساتهم التي امتدت على مدى 12 القرن و3 القرن وهذه النقطة تغيب على ماكرو وعلى الحواريين الدلالة الآثمة الثانية في خرجة ماكرو تتجلى في المضمون يعني الخرجة ديالو يقولك السيدي بأن المغرب لا المغرب دولة سيادة والمغرب لا هو الحق في أن يقبل أو يرفض المساعدة الدولية لا المغرب من حقه أن يقوم بجيء دولة هذه المساعدات حسب الحاجية ديالو وفي نفس الوقت يوجد أجتمع مع المجتمع المدني الفرنسي ليعطيه التعليمات وأعطيه الموارد والأبوال للتدخل في زلزال الحوز ونبدأنا نعرفه وش المجتمع المدني الفرنسي مستقل على الدولة الفرنسية ولا هو يعني حد الملحقة تابع للقصر الإليزي يأتمر بأوامر الرئيس الفرنسي ويتبع الإملائات التي يفرض عليه الرئيس الفرنسي وهذا سؤال موجهة للمجتمع المدني الفرنسي والموجهة للنحناية ثم النقطة الثالثة أو الآتمة الثالثة في خرجة الرئيس ماكرو هي التوقيت إذ أن ماكرو يحس الآن بعزلة داخل النخبة الفرنسية إذ كل أطياف الحق السياسي الفرنسي من اليمين إلى الياسار لم يساير الجهاز التنفيذي الحالي الذي يحكم في فرنسا في موجته العدائية ضد المغرب وضد المغاربة اللائحة طويلة المواقف المشرفة للمسؤولين الفرنسيين للمختلف الحق المعرفية والسياسية والفكرية يكفي أن أستشهده بالخرجة دي الميلونشو يكفي أن أستشهده دوفيلبان يكفي أن أستشهده بمارين لوبين يجونباس يعني اللائحة المقام لا يسمحوا بصردين اللائحة كلها وهنا يعني ربان يقمتين في طيها نهمة يعني هات الزلزل دين الحوز لم يكشف لنا فقط صفاقة ودناءة وحقارة الرئيس الفرنسي بل كشف لنا على واحد المعدن يعني باهي ومعدن أصيل عن المجتمع المغربي إذ لأول مرة منذ 1975 لم يعيش المغاربة لعشات قومية بمثل ما يعيشنا الآن يعني هنا المغاربة عاشوا جوجل عشات قومية في المسيرة الخضرة في 1975 وفي هذا الزلزال دين الحوز الذي أظهر واحد المعدن كما قلت أصيل دين التضامون من طنجة إلى القويرة وهنا المغاربة يعني في التاريخ دينهم رعاشوا زلازل ماشية دون الزلزال أول عاشنا زلزال أقادير الذي قتل 12 ألف مغربي واستطعنا ليس فقط تضمية جراح للزل الأقادير بل تمكننا من إعادة إعمار أقادير التي أضحت الآن إحدى جواهر الساحل الأطلسي وإحدى مفخرات الواجهة الأطلسية المغربية ثم عاشنا زلازل في الحسيمة 1994 و2014 واستطعنا كمغاربة بتلحم المؤسسات الدولة المغربية مع الشعب المغربي في أن نعيد إيواء وتعويض جميع المتضررين في هذا الزلزال واليوم أيضا في زلزال الحوز سنستطيع إن شاء الله وسنتمكن بفضل هذا التضامن لكين وبفضل هذا الهبة التي سارت في الجسد المغربي أن نعيده ليس فقط جبر ضرار الحوز والمناطق المتضررين من الزلزال سنعيده وسنفلحه في إعادة إعمار كل المناطق التي تضررت في زلزال الحوز وهنا الفرصة لنأخذ هذا الزلزال الحوز كمقبرة لردم فرنسا المكرونية ردمة نهائية وحتى يكون الحوز تكملة للخطاب الملاكي الأخير وقال فيه المالك بأن الصحرة هي النظارة التي ترونها في العلاقات الدولية وهذا الخطاب كان نصحوا الرئيس ماكرون باش يعود تصنط له ويترجمه له بلغة فرنسية سليمة